بسم الله الرحمن الرحيم وهي الإحسان ولكن كيف أحصل عليها وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فأقول أبشر أخي أخيتي فهذه الدرجة بين يديك الآن في جوالك لأنك تختلي به ولا يراك أحد إلا رب السماوات والأرض فإن اتقيت وصبرت في تسخير جوالك لا تنظر لحرام ولا تسمع لحرام بل تنشر خيرا للأنام وطيب الكلام فأبشر بدرجة الإحسان لأنها درجة غيبية بينك وبين من يراك ولذا وصل بها من ألقي في البئر إلى وزارة المالية ومن ألقاه أصبحوا فقراء فقال يوسف لإخوته إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم اختم لنا حياتنا بالإحسان والجنان ورضى الرحمن ورفع الله قدر من نشر هذا المقطع وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها عشراء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم